اتفاقيات الأمم المتحدة التي تتكلم عن المسواة بين الرجل والمرأة وتتكلم عن رفع العنف القائم على المرأة أقول لهم لو هم صادقون حقا في رفع العنف القائم على المرأة ويطلبون بالمسواة ويتكنوا بذلك كلام لا أخرجوا آلاف النساء المزونات ظلما في سجون المستبدين مثل حفتر وسيسي وأدى بن سلمان وبن زايد وسجون عمان وسجون دمشق هذه السجون في ألاف من النساء المظلومات المقهورات التي يغتصبنا ويتحرش بهن ويعذبنا في السجون سنين طويلة الآن لو كانت الأمم المتحدة الصحية ساهرة وقلقة حقا على رفع القائم على المرأة تستطيع أن تأمر بن سلمان وتأمر السيسي ولو أمرته وكانت جادة فعلت ما تريد ولكنها عندما تريد أن تبتز واحدا منهما يعني تقول إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن ما يحصل فيه سجون كذا كلام استهلاكي فارغ لا ما على